مفهوم سيناريو التعليمية هل تسألت وأنت تشاهد هذا الفيلم التعليمية؟ كيف يمكن للمحتوى التعليمي الموجود في كتابك أن يتحول من مجرد كلمات وصور جامدة إلى فيلم ممتع ماليء بالحركة ويجذب الانتباه؟ إليك الإجابة تمر عملية تصميم وإنتاج فيلم تعليمي كهذا بعدة مراحل حيث يتم أولاً تحديد موضوع الفيلم والأهداف التعليمية منه وتجهيز المحتوى العلمي من قبل خبير المحتوى ثم تأتي مرحلة كتابة السيناريو التعليمي والتي تعد أهم مراحل عملية التصميم التعليمية حيث يعتمد عليها باقي مراحل إنتاج الفيلم والسيناريو هو خريطة لخطة إجرائية أو مخطوطة بصرية تشتمل على خطوات تنفيذية متسلسلة لإنتاج كائن تعليمية تتضمن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصة بإنتاج الكائن من حيث الصوتيات والنصوص والرسومات الثابتة والمتحركة ووصف الحركة والمؤثرات التشويقية وبهذا يكون الهدف من كتابة السيناريو التعليمي وضع خريطة عمل أو مخطط واضح وسهل الفهم يمكن كافة أعضاء فريق العمل في الإنتاج من رسمين ومصممين فنيين ومحركين ومبرمجين ومعد صوت من إنشاء البرمجية التعليمية أو الكائن التعليمي بكل يسر وسهولة كما تجعل المتعلم في متابعة مستمرة لما يقدم له